اليه وكفة وصلاة وسلاما على عبادين الذين مصطفى ولا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم متابعين قناة دروس رضياتنا سناني زيكم عاملين اي رابطكم بخير ان شاء الله النهاردة هنحل مسألة رائعة جدا فكرتها ولا عروح المسألة بكل بساطة بتقول لي عندك الشكل الرباعي A B C D طبعا في الزاوية B قائمة وعندك الزاوية C عبارة عن 150 درجة او جد زاوية X بس اعطيني حاجة مهمة جدا كدا قال لي ان ال A B ده بيساوي ال B C بيساوي ده بيساوي ال C D ده يعني هستفيد منهم ان شاء الله يعني ده قد ده قد ده طيب تعال بما ان الثلاثة دول متساوية انا ممكن اسمي مثلا ده A small وده هسميه برضو A small وده هسميه A small دول A small small لان هما هم الثلاثة ايه متساوية المسألة دي بكل بساطة بالشكل اللي قد ده مش هتقدر تجيب قيمة الزاوية اكس او قياس الزاوية اكس الا اللي عملنا بعض الاشياء في المسألة ورسمنا بعض طبعا الاشياء في المسألة او ممكن نعمل عمل بسيط ان شاء الله بكل بساطة اللي هعمله في المسألة عشان هادر اجيب قيمة اكس انا هرسم قطعة مستقيمة A A بس بشرط القطعة المستقيمة دي بتوازي ال B C وكمان بتسويها وبعد كده هرسم من C عمودي على ال A A اللي انا رسمتها وطبعا بتوازي ال A B تعال نرسم ونشوف بعد كده هنوصل ل A رسمنا طبعا ال A A بيوازي ال B C وبسوي يعني دي برضو A small وبعد كده رسمنا C A عمودي على A A يعني القياس الزاوية دي تسعين درج ركز معي بكل بساطة طبعا ده عمودي بيسوي ده يعني ده برضو عبارة عن A هتلاحظ حاجة مهمة جدا 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 ان عندك ايه 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 يعني الشكل اللي قدامك ده عبارة عن ايه عن مربع تمام ثانية واحدة كده بما ان ده الشكل اللي قدامك ده مربع اذا قياس الزاوية دي كان درجة تسعين درجة بكل بساطة فبما انت عندك ده مية وخمسين يبقى الجزء اللي باقي اللي هي الزاوية الصغير دي عبارة عن ايه عبارة عن ستين درجة يبقى الزاوية دي عبارة عن ستين درجة اللي هيزوية A C D طب تمام بعد كده هعمل برضو عمل بسيط هوصل ال A بال D وهنعرف دلوقتي هنوصل ليه عشان هستفيد منها وصلنا ال A بال D طب تعال نبدأ كده نشوف الشكل ندرس الشكل اللي قدامنا ده ونستفيد من الحاجات اللي قدام بكل بساطة بص معي على المسلس A C D المسلس ده ده كله هل المسلس دهك حاجة مهمة جدا جدا انت لو ركزت فيها هتعرفها هتلاحظ ان الضلع ده ايه طوله ايه والضلع ده طوله ايه متساوية يعني المسلس اللي قدامك ده نوع ايه متساوي الساقين يعني متساوي الساقين يعني معناها الزاوية دي كلها بتساوي الزاوية دي كلها فبتمام انت عندك الزاوية دي ستين الزاوية الصغيرة دي ستين يبقى الزاوية دي كام والزاوية دي كام دول متساوين يبقى باقي كامل مية وتمانين انت اخدت ستين باقي مية وعشرين كده هتقسم المية وعشرين على الاتنين يعني معناها دي باقت ستين درجة ودي باقت كلها ستين درجة ركز معايا دي كلها باقت ستين درجة طيب انا استفدت حاجة تانية احنا كان الاول المسلس متساوي السقين اصبح المسلس نوع ايه? تمام. بعض الناس قالت خلاص المسلس اصبح متساوي الاضلع لان ده ستين 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 يبقى الضلع ده برضو هسميه ايه? اد الضلع ده والضلع ده. يبقى المسلس متساوي الاضلع. طب تمام. ادخل معي على المسلس ايه اي دي. المسلس ده. ماله. ركز فيه برضو. هتلاحظ ان الضلع ده. اد الضلع ده. يعني المسلس متساوي ايه? متساوي السقين. يعني معناها الزاوية الصغيرة دي. اد الزاوية الصغيرة دي. طب ما انت عندك دي تسعين وستين كده الزاوية دي كلها عبارة عن مية وخمسين. صح ولا? يبقى الزاوية دي مية وخمسين درجة. طيب ما المسلس متساوي السقين انت يبقى المسلس ده مية وتمانين كله. اخدت منه مية وخمسين باقي كام? بقي تلاتين. التلاتين تقسمها على اتنين عشان الزاوية دي قد الزاوية دي عشان مسلس مدساوي الساقين. يعني معناها الزاوية دي بقيت خمستاشر درجة. والزاوية الصغيرة دي بقيت خمستاشر درجة. ركز معي انت عايز زاوية مين? زاوية اكس. زاوية اكس اللي هي دي. طب ما انت عندك الزاوية دي كلها عبارة عن ستين. وعندك الصغيرة دي خمستاشر. يبقى الاكس بتساوي ستين كلها شيل منها الصغيرة شيل منها الخمستاشر يبقى النهتج هيكون كام خمسة واربعين درجة وكده قدرنا نجيم قيمة الزوي اكس يبقى اكس في الحالة دي بيساوي خمسة واربعين درجة بكل بساطة مسألة سهلة وجميلة جدا وفكرتها بسيطة ورائعة جدا 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 بالله عليك لو استفدت ولو معلومة بسيطة من المسألة ما تنساش تدعمنا بلايك وتقول لي اراك في الشرح نكمل ولا اي مشكلة وان شاء الله استنوني انا وليد وسرع لتسقالات دروس رضيات مساء الله في مسائلين جاية كتير ان شاء الله ومهارات كتير في رياضياته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته